أنهى السوق السعودي تداولات الأسبوع الماضي على تراجع المؤشر العام منخفض خلال الأسبوع الماضي بحوالي 13 واستقر فوق مستوى 12.140 نقطة كان هناك ارتفاع ملحوظ في قيم السيولة للأسبوع الماضي تخطط قيم التداول 34 مليار ريال اللون الأحمر غلب على أداء معظم القطاعات خلال الأسبوع الماضي المواد الأساسية تراجع بنحو 19% البنوك أيضا تراجع بشكل طفيف بحوالي 10% ثمانية قطاعات فقط هي التي حققت مكاسب خلال الأسبوع الماضي كان من أبرز هذه القطاعات قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنحو 2.4% قطاع التامين أيضا أضاف نحو 2.4% قطاع الاتصالات أضاف نحو 16% قطاع الطاقة أيضا كان من ضمن القطاعات التي ارتفعت خلال الأسبوع الماضي لكن ارتفاعها مشي بنحو 10% أعلى الأسهم أداءا خلال الأسبوع الماضي كان سهم معدنية الذي ارتفع بأكثر من 10% وسهم نمال الكيمويات كان الأقل أو الأكثر انخفاضا ارتفع أو انخفض عفوا بنحو 8% في أخبار الشركات ارتفعت أرباح بنك البلاد للعام 2021 بنسبة 25% لتصل إلى مليار وستمائة وستة وثمانين مليون ريال وأرجع البنك نمو الأرباح إلى ارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية وصافي دخل العمولات وصافي مكاسب الاستثمارات وانخفاض مخصص خسائر اعتمانية متوقعة وذلك على الرغم من انخفاض مكاسب تحويل العملات الأجنبية وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف الرواتب نبقى أيضا مع نتائج البنوك حيث ارتفعت أرباح بنك الجزيرة السنوية للعام 2021 لتتجاوز مليار ريال مقارنة بأرباح العام 2020 البالغة نحو 34 مليون ريال وأرجع البنك نمو الأرباح إلى انخفاض صافي مخصص خسائر الاعتمان وارتفاع دخل العمليات بنسبة 8% الارتفاع في دخل العمليات وذلك على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف العمليات الأخرى وارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل المحمل خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة وإيضا في أخبار النتائج المالية تحولت شركة الرجام للرياضة إلى الربحية في الربع الرابع من العام 2021 وسجلة أرباح بنحو 86 مليون ريال مقابل خسائر بنحو 500 ألف تكبدتها في الربع الرابع من العام 2020 وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح إلى ارتفاع إرادات الاشتراكات والعضوية ودخل التدريب الشخصي وارتفاع إرادات الإيجار مقابل انخفاض التكاليف والمصاريف العمومية